اهلا وسهلا بحضراتكم الجديد الحلقة دي هنخصصها تاني لمزيد من الامثلة او الامثلة حوالين الكتابة باستخدام الامثلة اللي هو اسمه APA اختصارا لكلمة American Psychological Association الحقيقة الحلقة دي بنقول فيها شوية تفاصيل تانية وبنقول الامثلة اكتر علشان الطلبات اللي جات بخصوص ده الامثلة اللي قدامنا هنا برضو بننبه انه فيه اكتر من الفرمات فيه APA اللي هو American Psychological Association فيه بشيكاغو فيه هارفورد فيه IEEE يمكن اكتر انجينيرنج ممكن نستخدمه اكتر وفيه عندنا الايزو فيه نوع الايزو فيه MLA فيه كتير من الفرمات وبنفكر تاني ان literature review هي عبارة عن ثلاث مكونات كبيرة ثلاث مكونات بمعنى ان هم not within sequential order يعني ان هم ترتيب بعينه انما انت بتعرفنا بتعمل identification وده بيشمل انك تعمل search عن scientific reference ده او scientific source ده وتناقشه يعني توضحه تشرحه تقدمه تعرفنا عليه تعرفنا عليه في ايه مثلا يعني تقول مين اللي انتجه وانتجه ليه وانتجه فانيه ظروف وانتجه وطوره بخصوص ايه وايه الconclusions وايه الميثولوجي اللي استخدمها وايه اللي بنا على اساسها research ده الidentification ال evaluation معنى انت تقيمه relative to your work يعني تقول مثلا ده علاقته ايه بيا علاقته ايه بال problem علاقته ايه بال major بال minor علاقته ايه بال questions اللي انا طرحها والاتنين دول بتعملوا بشكل ان انت بتعمل documentation يعني بتكتب ال identification وبتقول التقييم بتدلنا في نفس الوقت documentation باستخدام الاي بي ايه فورمات اللي هناعمل example عليه النهاردة وقولنا في الحلقة اللي فاتت الفرق ما بين citation و quotation اللي هو ممكن يؤدي الى plagiarism او اقتباس غير مشروع و how to avoid وعندنا عدة طرق نستخدم فيها الكتابة اما انه نكتب بشكل manual تماما ونعمل referencing و citation و quotation بادينا او نستخدم برنامج اللي هو بعض الجماعات بتدي free version او paid ضمن الفيز او تويشن بتاعتهم او mandly ودي اد او برنامج او برنامج على المايكروسوفت او مايكروسوفت نفسه ده الاكزامبل بتاعنا النهاردة والمثال اللي قدامنا ده اول مثال هنا ده ده مثال هنا هنفترض ان الاثر هنا او الرفرنس لاحمد خيري مثلا فاستخدمنا خيري كlast name كومة والتاريخ الفين وحداشر وقفلنا البركتس وحطنا نقطة الحالة اللي قدامنا دي اسمع ايه اسمعها citation طبعا لو في اول البراجراف هتختلف هيبقى خيري بره وهيبقى between brackets التاريخ فقط therefore ده الرسيرشر بيكمل اللي هو حضرتك measuring organizational performance must start by measuring employee productivity and performance احنا هنا بنتكلم على حاجة اسمها quotation ال double code هنا وهنا وفي اخرهم اسم الاثر مثلا محمد امام فكتبنا last name امام كومة 2009 وقفلنا البركتس وحطينا النقطة وهنا take care من punctuation والنقطة في اول قبل لا مفروض تبقى بعد البركتس نقطة مفيش هنا كومة ولا نقطة ومفيش هنا كومة ولا نقطة وبالتالي النقطة دي ايه خطأ ممكن يقدي الى plagiarism طب plagiarism ازاي وانا اعمل quotation صح لانك فصلت ما بين الكوت وما بين reference فtake care دي ما تبقاش موجودة النقطة دي هنا هو المثال اللي عندنا كمل شرح او كمل كلام واستخدم نفس الرفرنس تاني وفي الاخر كتبه امام بنفس الformats اللي عرضناها قبل كده تعالوا ناخد مثال تاني بسرعة المثال التاني هنا بيكلمنا على example اخر ما هو ال example ده مثلا ال example هنا بيقول كلام شبيه measuring organizational performance should be linked to customer satisfaction طب مين اللي قال الفكرة دي او الاوثر اللي اوحى الينا وفهمت منه الكلام ده مثلا احمد متولي فهنكتب متولي كومة 2009 هنا بقى بنقول the evaluation بتاعك هنا to insert your own discussion تقييمك تقديرك مراجعتك للpaper دي وتعمل evaluation related to your context or your case or your introduction and the problem in hand اللي هو اللي بتعمل عادة search اصلا اللي هو or case اللي بتتكلم عنها وممكن هنا تزودنا او تربط مع information اللي ذكرتها او framework framework احنا كنا قدمناه حلقة مستقلة 9 elements هيساعدك كmodel او framework ان انت تشرح بالتفصيل problem او context بتتكلم عنه وبالتبعية بيساعدك انك وانت بتعمل evaluation هنا تقيم ارتباطا مع كل جزء من 9 elements يعني لو قعدت تقيم وتقول ليه literature او paper دي او reference ده مرتبط معايا وعديت على واحدة واحدة من 9 elements to be covered هيبقى evaluation منتاز ممكن تقارن الكلام ده مع اللي لقيته من stakeholders اللي الكلامت معاهم في problem definition او الconceptual model اللي بنيته او variable variable من ال variables بتاعتك او major questions او minor questions اللي كانوا بيسألوا على ال phenomenon بتاعتك او dependent وهنا كان بيسأل على علاقة ال independent ب dependent او claims اللي هي كأنها hypothetical statements but within context of problem definition supported only by the researcher او برأي researcher ال information اللي متاح عنده في الواقع اللي هو بيدرس فيه and then حطينا برضو author ودي حالة تانية من حالات quotation هفترض مثلا ايمن عبدو مثلا فعبدو كومة 2014 وبنكمل كلام ونفس ونفس طريقة وممكن نشوف المثال التالت المثال التالت ده انا ممكن اعيده او ابنيه تاني كتابة قدام حضراتكو باستخدام وخاصة يعني انه المثال كانوا من الطلبة الحياة المتميزين واللي ربنا وفقهم في الاخر وكان ما بينهم ارتباط جميل وحصل حالة زواج يعني ما بينهم ما شاء الله ربنا يديم الود ما بينهم ودي الحياة تحية مني ليهم لانه قالولي كمان بالإجزامبل ده كان احد الاسباب في ان هما يرتبطوا مع بعض فقادي هول مثال to measure organizational satisfaction we need to start by measuring organizational performance مين اللي بيقول ده؟ مصطفى شريت مصطفى شريت فشيلنا مصطفى اللي هي الفرست نيم وكتبنا شريت كومة 2010 وهنا هو ده نفس الكلام او تاني to insert كان انت كresearcher تكتب بقى your own text او تكتب your own evaluation اللي بيربط مع كل الافكار دي يعني كل دي افكار تقدر على اساسها تعمل ربط مع الكيس او تعمل ربط مع الرفرنس اللي انت استخدمته ده relative to your problem او your literature review and then عندنا الريسيرشر بيكامل كلام بيقول therefore واستعمل كوت نصا من احد الريسيرشر اللي هو مثلا هنا مروى خيري فكتبنا خيري كومة 2004 وهننتهي هنا بالرفرنسينج بنفس الطريقة اللي قلنا عليه لو تحبوا نعمل اهو المثال ده عملي اهو فانا هاخد مثلا copy من التكست ده هنا كده وهنروح نكتب كأننا ريسيرشرز قاعدين نكتب اهو ريسيرش بتاعنا فبنقول اه to measure مسلا اهو to measure ممكن نكبر التكست شوية اوكي تعالوا بقى نبتدي نستخدم الـ type او style of the within Microsoft Word هتلاقي عندنا ريفرنسز هنا فوق في الرفرنسز دي هتلاقي pull down menu ال pull down menu دي هتديلك المختلفة المفروض تتعامل بيها او البدائل المختلفة ليك فعندنا هنا احنا هنروح نصبطها على الـ طبعا ممكن يكون ظاهر عندكم انه هو الجزء الخاص بـ mentally بس انا لان انا ضايف برنامج mentally عندي اه. انت مش هيكون موجود عندك انت هيكون موجود عندك مباشرة الشكل اللي هو اللي موجود قدامنا اه الجزء ده مش هيكون موجود عندك اللي هو ملال دا اللي هي المنطقة اللي فيها ملالية كلها هيبقى موجود عندك مكانه الجزء التقليدي الطبيعي في هذا وهنكليك هنا كده فعندنا هنا الاي بي اي فورمات الاي بي اي فورمات اللي هو هنزبطه هو دي بدائل كلها فعنزبط على الاي بي اي فورمات وحنكتب هنا سورس جديد السورس ده خليه جورنال وعندك كل الابشن زي هنختار دلوقتي جورنال ارتكل ونقول اللي ألفها مصطفى مصطفى ارتكل قلب اي مثلا يعني ارتكال 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 والجورنال كان مثلا ارتكال 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 جورنال طيب السنة كانت سنة كام مثلا الفين واتناشر والبيجز كانت من صفحة مئتين وعشرين الى مثلا مئتين واربين وقلنا دي عدد صفحات اللي هي حوالي كده عشرين صفحة شغلت من صفحة عشرين الى اربين لو دوسنا اوكي حصل لها انسيرت اهي ظهرت قدامنا اه دي جات في المكان بغلط عادي ما تلقش شيلها من هنا وتوصل للمكان اللي فيه و ترجع تاني الرفرنس بقى موجود معك تعمله نقطة هنروح للبعده اللي هي مثلا زي ما كنا بنقول وناخد كوت مثلا الكوت بتقول ومين اللي اقلف ده تعالوا نضيف سورس جديد وليكن مثلا مروة زي ما اتفقنا مروة خيري وقلفت ايه مروة مثلا طيب مثلا جورنال اوكي سنة قلنا الفين مثلا وتلاتة عشان نغير وكانت من صفحة تلتمية لتلتمية وتلاتين اوكي هي جات في مكانها المظبوطة ايه وحتى لو في مكان اخر طيب ازاي بقى نعمل الرفرنس لست هننزل في اخر الصفحة ولا في اخر الدوكيمنت لا في اخر الدوكيمنت خالص ونضغط كده كليك بيبليوجرافي ونختار الابشن اللي هو اه انسيرت الرفرنسز اهو بيبليوجرافي او رفرنسز او وورك سايتد كلهم زي بعض حسب الجورنال هتطلب منك ايه فرتبها اهو بالكامل خيري اه جات الاول لانه اه طبعا مروة ده الام وهنا شريط مصطفى طب لمه جات خير الاول اتفقق ان انا الاي بي اي فورمات بنعمله اه ترتيب بالالفاباتيكال اوردر وهتطعب ايه لو عملتوا منيول احسن يبقى اوتوميتد فاكترز اوف اورجانزز امامل اسم البيبر الجورنال بقت اتاليك وادي عدد الصفحات من صفحة كام الى صفحة كام وكذلك مصطفى ده كان ثلاث أمثلة بسرعة تاني ومراجعة لأنه طلب أننا أعلق عليها تاني وأعمل أمثلة أكتر ومع التحية طبعا والتقدير للأستاذ البشمهندس مصطفى شريت والأستاذ زمرو خيري وتمنى لهم يا رب حياة طيبة وإن شاء الله موفقين دايما وأشوفكم دايما متميزين طول الآن أرجو أن المثال يكون واضح لو احتاجتوا حضراتك تاني في التعليقات على التيوب أو على أي social media من الأكاونت الموجودة أكون شاكر وإن شاء الله نزل إضافات تانية شكرا لحضراتكو إن شاء الله يكون حلقة موفقة وواضحة أكتر من الحلقة السابقة شكرا جزيلا